اشتركوا في القناة توقعاتنا ليوم الثلاثاء 11 شباط بسألوني الكثير بلاقي بالتعليقات تحت بسألوني بقولولي انت بتحكي البرج ولا الطالع وعادة انا في كل حلقة بقول انا بحكي البرج والطالع اسمع برجك واسمع طالعك اتنين انا ما بحكي الخارطة الفلكية بحكي خارطة طالعك انا بحكي خارطة فلكية يعني بتطلع الخارطة الفلكية بكرة او اليوم اللي انا بدي احكي عنه توقعات الكواكب كيف موجودة فبحكي عن البرج وتأثيرات الكواكب كاملة على هذا البرج ما بحكي انا طالع اشخاص ولا بحكي ابراج اشخاص فعشان هي كما بحكي الحمل يعني انا بحكي بقصد كل موليد برج الحمل اما بحكي عن اي برج بحكي بقصد البرج كامل مش بقصد طالع شخص معين او سنة معينة طبعا حكينا انه القمر موجود اليوم كمان بالعذراء اليوم رح يكون موجود في منزلة السماك الاعزل المنزل هاي ممتازة للصلح والدواء والضرر والتصليح تأثير القمر على كافة الابرج لما بكون موجود في العذراء بهاي الفترة منحس انه احنا منرجع لطبيعتنا الجادة ومننتبه اكثر لصحتنا بممارس التمارين الرياضية او البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزننا منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك لا شاردة ولا وردة دون انه احنا نتفحصها يعني منركز على كل الامور منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بلعب دور هام نشعر انه الناس شوي بكونوا بخيلين في عطاءهم ماديا وعواطفهم ممكن نتفقد انفسنا ونتوهم عن انه احنا مريضين او عنا اشياء معينة هاي اشياء بكون مائلها وجود بس هي نوع من الوساوس هاي افضل فترة للتخلص من عداد سيئة كالتدخين وشرب الكحول بوسعنا اقتناء حيوان اليف او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية فلكية راح تكون هي زاوية تتليف ايجابية بين القمر والمشتري هاي زاوية راح تكون الساعة 12 و 54 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الاردن بتكون الساعة 3 الا 5 دقاق فجرا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان بتلوح الفرصة لتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما الزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر و نيبتون راح تكون هاي في تمام الساعة 13 و 29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج تجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد على مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما الزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر و بلوتو راح تكون في تمام الساعة 12 و 35 دقيقة قبل العصر بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا اليوم المساء يعني بعد الحلقة القادمة راح يكون في خلوه مسار راح نحكي عنه خلوه المسار هذا راح يكون الساعة 26 و 25 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ورح يستمر خلوه المسار لغاية الساعة 11 و 36 دقيقة مساء عند منتصف او بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيج هذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل الذي بدأنا به قبل خلوه المسار عمر القمر القمر انحسارا المكتمل 18 يوم في تمام الساعة 5 و 53 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يصبح عمره 19 يوم نسبة الإضاءة بتكون 86 في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها وتنقلاتها الشمس في الدلو حتى 19 اثنين المزاج ممتزج القمر في العذراء حتى 11 اثنين المزاج ممتزج عطارد في الحوت حتى 17 اثنين وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج ممتزج الزهرة في الحمل حتى 5 ثلاث المزاج ممتزج المريخ في القوس حتى 16 اثنين المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى 22 ثلاثة مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتم في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ بعملية التراجع مزاجه سعيد بلوته في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وحكينا ممتزج يعني اليوم طوله بتقلب ما بين سعيد ونحيس سعيد ونحيس فعشان يكم نحكي ممتزج يعني انه مش مستقر على وجه طول النهار وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم بتشعر بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء نظم عملك جيدا ما تهمل الواجبات حاذر من التفذير بتعالج مسائل مالية وممكن تجد إلها حلول خصوصا الفواتير المتوجبة عليك أما بالنسبة للخارطة الفلكية إيش بتحكي لك منشوف انه انت نفسيا اليوم مش مرتاح شوية هيك مزاجك متعكر طاقتك شوي مش إيجابية عندك أفكار كثيري في راسك مش عارف انت إيش اللي تبدأ فيه وإيش اللي ما تبدأ فيه حاسس بنوع من التوتر أما بالنسبة لبيتك الثاني بيت المال فترة الصباح يعني الأمور بالنسبة لك ما فيها أي شيء يذكر الأمر مستقر عادي طبيعي لغاية ساعات الظهر بعدين بصير فيه فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي أو هدية أو تكريم أو هبة مساعدة يعني أنه فيه إنجازات رح تصير بعد ساعات الظهر أما بالنسبة لحركاتك وتنقلاتك هذا اليوم شوي مزاجك وعصبيتك رح يأثروا على هذا الموضوع بدك تنتبه من أعطال بدك تنتبه من ردات فعلك ردة فعلك السريعة وعصبيتك هاي ممكن تسبب لك بعض المشاكل إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس مزبوط وبدك تستعد مزبوط وما بدك تعتمد على الحضوظ بالنسبة لوضع المنزل عم نقدر نحكي أنه أمر طبيعي مستقر ما في أي مشاكل لا معك ولا عليك يعني الأمر أنت مسيطر عليه وعلى حسب وضعك أنت تقدر تتعامل في هذا الموضوع كمان الوضع العاطفي نفس الإشي يعني شوي بميلة أنه عندك بعض الرغبات التواصل العاطفي عندك شوية أشياء ممكن أنها تمنحك نوع من النقاشات داخل المنزل خصوصا مع الأولاد بالنسبة لوضع العمل يعني أنت حاس أنه أنت بتأدي رسالة أو روتين عادي بتقدم اللي عليك وخلص أهم شيء أنه ما تخلي الأمور أنها تتراكم عندك لأنه شوي أنت مزاجك متقلب بالنسبة لمواضيع الشراك المالية والعاطفية اليوم في مجال أنك إذا نعرض عليك موضوع أو مشروع بتقدر تنجز فيه بشكل إيجابي ممكن يكون عندك توقيع أو راق أو عقود بالنسبة لأبيتك الثامن منقول لك أنه حاول إذا صار في نقاش سياسي أو ديني أو مذهبي أو أي إشي أنه ما تحتد ما تعصب حاول أنك تمسك حالك ركز على مقتنياتك من الضياع أو فقدانها أو نصيانها في مكان ما إذا حد طلب منك مساعدة طبعا وضعك ما بسمح في الأيام هاي أنك أنت داين حدا ما بننصحك في هذا الموضوع لأنه ممكن هذا الدين ما يرجع لك نهائيا أما بالنسبة لوضعك الدراسي على المستوى الجامعي فأنا بحكي لك أنه ممتاز جدا الحظ بدعمك بشكل ممتاز إذا عندك أي تفكير لأمور إلها علاقة بالهجرة أو بالسفر الوقت مناسب أي موضوع إلو علاقة بالاستراد بالتصدير برضو ممتاز موضوع القضايا إذا في قضية برضو نفس الإشي اليوم رح يكون في أمر في لصالحك أما إذا توجهت لك دعوة فاليوم أنت ما تكون حتى في الدعوة هاي حساس وحساسيتك هاي تنعكس على ردات الفعل على الأشخاص اللي حواليك لأنه ممكن أي تصرف أنه يستفزك ممكن تصرفاتك وعصبيتك هاي تخسر من خلالها صديق حاول قدر الإمكان أنك تمسك أعصابك حتى على نطاق العمل إذا صار فيه مشاحنات بينك وبين مسؤول عنك أو زميل في العمل حاول أنك أنت برضو تضبط أعصابك لأنه ممكن يفلت لسانك في أي لحظة وتسبب لحالك مشكلة كبيرة بما أنه البيت الثامن وبيت المتاعب عندك فيه المشاكل فأنا بقول لك أنه أحلامك الفترة هاي رح تكون فيها نوع من أنواع الخربطات الكثيرة ما رح تكون مستقرة حاول أنك أنت بتحصن نفسك مزبوط وما تعير انتباه أو مخاوف من هاي الأحلام برج الثور تشتد رغبتكم في التقرب من أحبابكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنك حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت خلال الأيام السابقة وصحح الانطبعات عنك اثبت للمشككين طاقتك وما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجاز أهم إشيانك الثابر هذا القمر هيك بحكي لك قلينا نشوف خارطك الفلكية إيش بتحكي لك عندك نوع من الاهتمام في نفسك عندك شوية نشاط حابب أنه اليوم تعمل نوع من أنواع التغيير حابب تنطلق عندك شوية أفكار في راسك بتحاول أنك أنت تنظمها عشان توصل للإشي اللي أنت بدكيها بالنسبة للوضع المالي أو بيتك الثاني بحكي لك أنه فيه شوية حضوض في هذا المجال ممكن يجيك شوية دعم أو تجيك هدية أو يتذكروك بشيء معين ولكن أنت برضو بدك تنتبه للمصاريف ما تحاول أنه أنت تصرف لأنه ممكن في الأيام القادمة شوي أنت تحتاج لللي بتصرفه أما بالنسبة لتنقلاتك واتصالاتك وإذا كان عندك امتحان أو لابنك امتحان فهذه الفترة يعني مستقرة شيئا ما ما فيها الإشي الكبير اللي يخوف فيها بالنسبة لبيتك الرابع بالعكس أنت مسيطر على الأمور بالشكل الإيجابي عند الظهر ممكن يصير في نوع من أو أنواع المشترى أو شيء له علاقة بالبيت بتحاول أنك أنت تتممه خلال هذا النهار بالنسبة لبيتك الخامس شوي أنت يعني بتأدي نوع من أنواع الروتين العاطفي إحنا بنحكي عنه يعني بتحاول أنك أنت تمشي الأمور الاتصالات الطبيعية المراسلات الطبيعية بدون الإحساس الكامل بالعاطفية الكاملة بنقصك نوع من أنواع الاهتمام بهاي الفترة بالنسبة لعمرك الأمور برضو مسيطر عليها ما في أي شيء ضدك في هاي الفترة يعني حاسس حالك أنه أنت عندك القدرة على مواجهة كل شيء وأنك تقوم بأكثر من عمل مع بعض أما بالنسبة لبيت الشراكي المالي والعاطفي عندك نوع من أنواع الحضوظ فيها بتثبت ذاتك حتى بمناقشاتك وأفكارك على مستوى البيت الثامن أنت جاهز لأي نقاش وعندك الجواب يعني على رأس لسانك فعشان هيك ما بنخاف عليك اليوم لو صار في عندك نوع من أنواع الأحلام حاول أنك أنت تفسرها لأنه رح يكون لها جواب وممكن أنت تستدين لو طالبت فيه أو تلاقي أشياء من الأشياء اللي أنت كنت تقتنيها وكانت مفقودي من عندك أو مش عارف وين أنت حطها اليوم أنت تلاقيها بالنسبة لبيتك التاسع عندك رغب كبير للانطلاق والسفر والاتصالات البعيدة حابب أنه أنت يا أما أنك تطلع على علم جديد أو على تخصص جديد أو تبحث في مسألة معينة عندك شغف كبير للمسائل الصعبة مش الأشياء السهلة حتى بنقاشاتك أنت جاهز حتى الاطلاع على لغة جديدة ممكن يثير انتباهك يا أما لغة يا أما حضارة معينة ولو كان عندك قضية برضو اليوم ممكن تكون لصالحك واللي حابب يقدم لفيزا أو لسفر برضو الفرصة اليوم ممتازة جدا إذا توجهت لك دعوة لحفلة أو مناسبة أو لقاء أصدقاء حاول أنه ما تكون حسسيتك هي اللي طاغي عليك لأنه شوي عندك هذا الباب فيه نوع من أنواع ردات الفعل أو ناس ممكن أنها تستفزك حاول أنك تسيطر على نفسك على أساس أنه أنت ما تنقاد وراء هذه الأمور ولو مديرك بالعمل حاول يوجه لك أي انتقاد اتجاوز ومشي الأمور على أساس أنه ما تخلق مشاكل كثيرة عندك قدرة على إثبات ذاتك بطريقة مرحة وحلوة جدا خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت متاعبك فشوي ممكن تحس ببعض التقلبات في المزاج عندك حاول أنك تسيطر عليها وتمشي وما تستسلم لليأس ولا تستسلم للوساوس وأمورك إن شاء الله راح تكون بخير برج الجوزاء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم تجدوا تعاون من أفراد العائلة هدئ من روعك وتوقف عن التفكير حتى لو شيء بسيط تقلق بشغل إن أحد أفراد العائلة لا تختلق المشاكل ولا تخالف الرأي العام لا تناقش لا بجفاء ولا بليونة تامة حاول إنك تكون وسط هذا القمر هيك بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية شو بتحكي يعني اللي شايفه بخارطتك الفلكية إنه شوي مزاجك صعب عندك ردات فعل مش هادية عصبيتك شوي ممكن تلعب بمزاجك حاسس إنه في نوع من أنواع الخربطة الذهنية أو الفكرية بالنسبة لوضعك المالي مستقر مش هذا الشيء اللي بيشغل بالك اللي يخليك تعصب ممكن تحصل على مال من عمل إضافي أو إنه يجيك فرصة لعمل جديد أو إنه أنت شوي هيك تجيك هدية أو مساعدة أو دعم خلال هذا النهار رح يكون عندك فيه شوية اتصالات ساعة الظهر تهتم في بعض الأشخاص ممكن إنك تناقش مسألة معينة في ساعة الظهر ولكن بدك تنتبه في ساعات المساء من ردات الفعل العصبية أما عوضع البيت فأنت مسيطر شوي على الأمور بالعكس أنت متعاون على مستوى البيت أو داخل البيت عندك نوع من أنواع النشاط للابتكار أو لصناعات شيء أو حتى ممكن للطبخ ما باستبعد عنك هذا الموضوع أما بالنسبة للمستوى العاطفي فأنت مسيطر على الأمور بالشكل اللي أنت بدك رغم أنه شوي هيك في عندك أنت نوع من أنواع التقلبات ولكن الأمر العاطفي ما في أي مشاكل من الطرف الثاني إلا إذا أنت أساسا كنت عامل مع مشاكل ما قبل هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك السادس فعنده حاب أو مهتم في أمر أنه يدّم لعمل جديد الفترة هاي ممتازة أو إذا عندك أعمال أنت رح تديها على أكمل وجه ما في أي مجال للتقصير عندك لأنه في عندك نشاط كبير بالعمل بالنسبة للشراك المالي والعاطفي فأنت مسيطر على الوضع تماما والحظوظة بتلعب دور كبير وممكن ينعرض عليك أو ينطرح عليك موضوع العلاقة بشغل ممكن مش اليوم أنك تشتغل فيه ولكن مشروع للمستقبل وإذا أنت على علاقة عاطفية وحاب أنك تطور العلاقة العاطفية إلى مرحلة أو لخطوة قادمة أو تفكر في مستقبلها هذا اليوم مناسب لهذا الموضوع على مستوى بيتك الثامن إذا عندك الديون على ناس وحب أنك تطالب فيها فهذا اليوم ممتاز جدا لدك تنتبه برضو أنه ممكن يكون عندك كثير من النقاشات اليوم وممكن تحتد شوي ولكن أنه أنت اللي متفوق حتى بنقاشاتك أما بالنسبة لبيتك التاسع فما في أي مشاكل بالنسبة للدراسة أو الامتحانات أو السفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أو على مستوى الجامعة حتى بالعكس الأمور أنت مسيطر عليها بشكل ممتاز جدا ولكن أنه ما منقول لك أنه بالفترة هاي بتقدر تقدم على فيزا لأنه لسه الحظوظ ما وصلت لأوجها وهذا الشهر يعني إجمالا ما فيها الفرص الكبيرة لهذه المسألة أما بالنسبة لبيتك العاشر ما منقول لك أنه اليوم رح يكون فيه نوع من أنواع الزيارات أو الاهتمام في بعض الأشخاص أو في أصدقائك ولكن برضو مزاجك ما رح ينعدل في لقاءهم يعني ما رح يكون هالإيجابية الكثير في هاللقاء ولكن نوع من أنواع التنفيس ونوع من أنواع إشغال نفسك على أساس أنه تهرب من الواقع اللي أنت فيه بالنسبة لبيتك 11 ما فيه أي مشاكل تذكر يعني الأمر تقريبا مسيطر عليه خصوصا مع رؤسائك بالعمل رغم أنه ممكن يتصرفوا نوع من الأشياء اللي تستفزك ولكن رح تتجاوزها بشكل سريع بالنسبة لبيت متاعبك بدك تنتبه من أي شخص ممكن يتآمر عليك من وراء الكواليس أو شخص يكون بيمكر لك أو بورجيك أنه هو شخص بيهمه مصلحتك ولكن هو بده يتدخل في حياتك حاول أنك تضع حدود لهذه المسألة وما تخليه أي حد يتدخل أو يعبث في مستقبلك أو في حياتك برج السرطان اليوم بكون فيه عندكم نشاط في السفر والاتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر التنقلات وحركة التواصل فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو القيام برحلة ما تكثر من المطالب وتجنب اعتماد أسلوب فض ابتعد عن التحديات أما بالنسبة لخارطك الفلكية خلينا نشوف إيش بتحكي لك مزاجك مش مرتاح كثير في عندك نوع من أنواع العصبية وحدية في المزاج حابب أنك أنت تنطوي على نفسك شوي ما مش حابب أنك تخالط أحد خلال هذا النهار بالنسبة لوضع البيت المال بيجيك أموال أو مال عن طريق العمل الإضافي أو عن طريق عمل خاص مش وظيفة وممكن يجيك على شكل هبة أو على شكل هدية أو ممكن حتى تجيك هدية بالنسبة لبيتك الثالث يعني ما في شيء لا ضدك ولا معك الأمر تقريبا على الشكل المعتاد عندك بعض النشاط عندك بعض الحركة ما في أي مخاطر عليك رح تكون مسيطر على الأمور بشكل إيجابي جدا أما بالنسبة لبيتك الرابع فشوي الحضوض بتلعب فترة الظهريات أو العصريات معك بشكل إيجابي جدا ولكن أنه برضو بظل النفقات أو الالتزامات المنزلية شوي بتشغل فكرك هيك كلمحات بالنسبة لوضعك العاطفي والحضوض عندك إيجابية بتقدر أنت اليوم تنبسط تغير من شكلك تعمل أي شيء تجميلي عندك إيجابية عندك قابلية وعندك حب للاتصال مع الشخص اللي أنت بتحبه أو أنك تطمن عليه أو تتفقده يعني عواطفك شوي جياش اليوم أما بالنسبة لوضعك العملي فأنا بحكي لك بدك تنتبه وإذا عندك عمل حاول أنك تنجزه ما في هالمخاطر الكثيرة ولكن أنه ما تقصر في عملك على أساس أنه ما حدا يتصيد لك وتصير لك مشاكل على مستوى الشراك المالية والعاطفية ما تتحاول أنك تصدر قرار ولا تحاول أنك توقع على أمور بدون ما أنك تدرسها صح وتتأكد منها صح لأنه الوضع مش لصالحك أما بالنسبة لبيتك الثامن اليوم أنت من كثر ما أنت مشتت ذهنيا وعند طاقتك شوي ضعيفة فممكن أنه يصير عندك نسيان كثير ممكن يصير عندك نوع من التشتت الذهن كثير ممكن أحلامك تكون مش مريحة أو مش مترابطة مع بعض فهذا شوي رح يجلقك ما تخاف من أحلامك كلها أمور عابرة على مستوى الدراسة والسفر البعيد والتنقلات فاليوم في عندك نشاط حافل ممكن أنت حتى تدخل بنقاشات إلها علاقة بالسياسة أو إلها علاقة بالدين ممكن تطلع على تخصصات معينة أو ترغب في اطلاع على موضوع معين وإذا كان عندك رغبة لإجراء أي أمور إلها علاقة بالسفر البعيد برضو هذا اليوم مناسب جدا بالنسبة لبيتك العاشر بدك تحذر من أي تصرف لأن هذا التصرف ممكن يتسجل عليك وممكن أنك أنت تشوف ردات فعل أنت ما بتحبها فعشان هيك عشان أنت ما تحتد والطرف الآخر يحتد وتخلق مشكلة من لا شيء حاول أنك أنت اللي تتنازل ولكن مش تنازل بمعنى استسلام ولكن أنه تتنازل على أساس أنه ما يصير فيه مشاكل كثيرة أما بالنسبة لبيتك 11 و12 فأنت تقريبا لا هي معك ولا هي ضدك فعشان هيك ممكن يكون عندك بعض اللقاءات مع الأصدقاء وبعض التحركات وعندك بعض النشاطات وممكن تجيك دعوي أو عزومي للقاء أو لرفقة صديق أو حتى لشرب في نجانجة هو ممكن بالنسبة لبيت المتاعب بالعكس وضعه أحسن من الأمس يمكن شوي هيك حتى عندك قابلية أنك أنت تتحرك وعندك ثقة بنفسك أعلى رغم أنه بيت الشخصية شوي مهزوز ولكن بيت متاعبك بدعمك شوي برج الأسد تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تناقشوا موضوع مالي لا تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك كون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على أي عقد حدد أهدافك بشكل إيجابي طبعا هذا القمر هيك بحكي لك خلينا نشوف خارطك الفلكية إيش رح تحكي لك بتحاول أنك تبين للناس أنك أنت طبيعي رغم أنه مزاجك شوي متقلب ما بتقدر أنت تمشي الأمور بالشكل اللي أنها تمر و أنت تمشيها لا بد إلا أنك أنت تنتقد ولا بد إلا أنك أنت تحط بصمتك في الموضوع حاول أنك أنت تمشيها نهار على خير وما تخلي عصبيتك يتسيطر عليك أكثر لأنه ممكن تعمل مشاكل أو تفتع المشاكل أنت بيغنى عنها بالنسبة للوضع المادي أنت مسيطر عليه بالشكل الإيجابي ما بيشغل مخك لا فوتير ولا أي أمور إلها علاقة بالفوترة ولا بالمصاريف المالية شوي الأمور لسه ما يعني ما انضغطت فيها يمكن لأنه منتصف الشهر فلسه ما وصلنا لمرحلة اللي هي أنه يكون الوضع مؤذي ماليا ممكن تحصل على مال من عمل إضافي وممكن تجيك هذه حتى أما بالنسبة لتنقلاتك فأنت اللي تتحكم فيها ولكن بما أني شايف أنه وضع البيت عندك إيجابي جدا فأعتقد أنه أنت ممكن أنه تقتصر من التحركات اليوم ومن الاتصالات قدر الإمكان وتحاول أنه أنت تأخذ نوع من أنواع الراحة خصوصا خلال فترة النهار ممكن في الليل شوي يصير عندك نوع من أنواع التنقلات أما بالنسبة للعاطفة فأنت شوي نفسيتك مش عاطفي اليوم عندك نوع من أنواع ردات الفعل السريعة جدا وما عندك قدرة على تمشيت الأمور فممكن انتقادك يكون لاذع لا تعتمد على الحضوض اليوم لأن الحظ ما رح يكون بصفك بالنسبة لبيتك السادس اللي عنده رغبة بالتقديم لعمل أو أنه حاب أنه ينجز أعماله اليوم بيقدر يعمل هاي الأشياء في عنده نوع من أنواع النشاط للعمل وعنده قدرة لتصحيح بعض الأخطاء في العمل أو إنجاز لكثير من الأعمال أما بالنسبة للشراك المالية والعاطفية فأنت مسيطر على الأمر بشكل إيجابي وعندك قدرة على إتمام أي أمر إلو علاقة بالشراك المالية والعاطفية أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنت شوي اليوم حدية وعصبيتك ما بتسمح لك أنك تدخل بنقاشات لأنه أكيد رح صوتك يعلى ورح تلفت الانتباه بصراخك وليس بإقناعك أما بالنسبة لبيتك التاسع اللي عنده امتحان ممكن أنه ينجز في إنجاز كويس اليوم عندك نوع من أنواع الاتصالات والاهتمامات في الخارج أكثر أو في دولة أجنبية أو ناس خارج البلد اللي أنت موجود فيها ممكن تتواصل معهم وممكن يصير تعارف حتى مع أشخاص على مستوى الجامعي إذا عندك امتحان فأنت رح يدعمك الحظ في هذه المسألة أما بالنسبة لبيتك العاشر فبقول لك إنه شوي بدك تنتبه لأنه ردات فعلك هاي ممكن تكسبك أعداء وليس أصدقاء فعشان هيك عاول إنك أنت برضو تلتزم بالهدوء وما تحاول إنك تخالف القوانين لأنه أي مخالف القوانين رح تنحسب عليك بالنسبة لبيتك الـ 11 ممتاز جدا ودعمك بشكل إيجابي جدا خصوصا مع المسؤولين معك بالعمل أما بيتمتعبك فبرضو نفس الشيء ضاغط فعشان هيك ممكن تحس إنك شوي كسلان اليوم مش بالطاقة الكبيرة اللي أنت متعود إنك أنت تكون فيها وما تخلي الاكتئاب أو الوساوس تتسلل لك لأنها برضو هاي بتأثر على نفسيتك برج العدراء فقدكم بنفسكم كبيرة بعمكم النشاط بادروا إلى أي خطوة جديدة بتدعم من مكانتكم الاجتماعية بتحسم أمورك وممكن تقرر على موضوع جديد بتفرح لانفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما تلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديتك وممكن تنتهي مفاوضات لصالحك أما خارطتك الفلكية تحكي لك أن تشتتك الذهني وعدم تركيزك ممكن أنه يسوي لك بعض المشاكل شوية عندك نوع من أنواع الخربطات ممكن نفسيا أو صحيا فعشان هيك يبدك تنتبه لأنه عندك البيت الأول وبيت النتاعبك تقريبا نفس الدرجات بإنها طاقتك ضعيفة خلال هذا النهار أما بالنسبة للوضع المادي والفواتير فأنت مسيطر على الأمور وعندك إنجازات إيجابية رح تكون اليوم أما بالنسبة لتنقلاتك فاليوم معك حضوظ عالي جدا عندك قدرة على إقناع الطرف الآخر أو إقناع الأشخاص اللي حواليك إذا بتشتغل في مجال التسويق أو عملية البيع والشراء فهذا يوم ممتاز جدا وفي منكم ممكن يفكر فيه شراء سيارة أما بالنسبة لبيتك الرابع فنقول إنه ما تتوجه كل اللوم والضغط على أهل البيت واللي في البيت أو مشاكل مع إخوي إلك وحاول إنه أنت ما تضغط على شريكتك إذا كنت أنت متزوج أو شريكك لأنه شوي عصبيتك عالي جدا وحاول إنك تستثني أولادك من العصبية أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا بقول لك إنه العمل أنت ما شاهد فيه بشكل إيجابي جدا ما في أي أمور سلبية إنها تسيطر عليك خلال هذا النهار أما بالنسبة لموضوع الشراكي المالي والعاطفية فمنرجع ونقول لك إنه ما تخلي عصبيتك تخرب شغلك ما بينك وبين شركائك وما تثق في أي ورقة توقع عليها يبل ما تقرأها مزبوط وتتحقق من كل بنودها أما بالنسبة لبيتك الثامن فمن كثر الضغوط ممكن تنسى مفتيحك أو تنسى محفظتك أو تنسى حتى أوراقك حاول إنه أنت تهدي أعصابك خلال هذا النهار لأنه شوي الأمور بتنعكس عليك سلبي أما اللي عندهم امتحان أو عندهم قضية أو عندهم سفر اليوم ما عندهم أي مشاكل بالعكس الحظ بوقف معكم في هاي المسألة وممكن أشخاص منكو يتعرف على ناس جدد إما في جامعة أو في مؤسسة تعليمية أو على طريق السفر واللي عندهم قضية شوي الأمور بتكون لصالحكم شوي خلال هذا النهار بالنسبة للبيت العاشر يعني عندك رغبي بأنك تتصل بالأشخاص أو أنك أنت تفرغ عن الطاقة السلبية الموجودة عندك في لقاء اجتماعي ولكن بدك تنتبه أنه في هذا اللقاء الاجتماعي ما ثور ثورة عارمة وتخلق لحالك أعداء حتى فيها حاول تمسك أعصابك قدر الإمكان خلال هذا النهار عشان الأمور تمشي لصالحك بشكل إيجابي أما علاقتك مع الرؤساء في العمل فإنت مسيطر على الموضوع تماما ما في أي مشاكل عليك وبيت الطاقتك حكينا أنه بيت الطاقة شوي عندك بيت متاعبك شوي ضغط عليك عشان هيك ممكن أنك تحس ببعض التواعوكات الصحية خلال هذا النهار برج الميزان يوم آخر بتطلب منكم الانتباه جيدا لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيش في دوامة من الكآبة والإحباط هاي فترة إرهاق وتقاعس ابتعد عن الأجواء الصاخبة الأماكن المقتضة ابحث عن الهدوء والسكينة هيك القمر بحكي لك ولكن خلينا نشوف خارطك الفلكية إيش بتحكي لك اللي أنا شايفه في الخارطة الفلكية يعني شوي في نوع من أنواع الاختلاف عن ما بحكي لك القمر أنا شايف أنه شخصية اليوم نفسيتك أحسن من يوم أمس بالعكس عندك ثقة بنفسك عالية حاب تنطلق وتتحرك اليوم حاب تغير حتى في شكلك ممكن قصة شعرك أو أنه تشتري ألبس جديدة أو تلبس ثياب لافتي للنظر أما بالنسبة لبيت مالك فالأمور شوي عندك إيجابية عارف أنت وين بدك تحط فلوسك عارف كيف ترتب أمورك أو ضاعك ومصاريفك فأنت مسيطر على الوضع تماما ولكن لو كان عندك تنقلات أو اتصالات اليوم فحاول شوي أنك تنتبه في هاي المسألة ما تتسرع ما تخلي الطيش أنه يغريك وتروح إلى أنت عامل حادث أو شيء حاول أنك تتفقد السيارة ممكن يصير في أعطال عندك في سيارة أو في تليفونك أو في جهاز كمبيوتر نقال ممكن ما تعرف توصل الفكرة اللي أنت بدك إياها من خلال النقاشات أما بالنسبة لوضعك في البيت ما تحاول أنك تفرغ طاقة الغضب اللي عندك على أهل البيت أخوتك أمك أبنائك أو الحبيب يعني حاول قدر الإمكان أنك تسيطر على الأمور بالنسبة لأمورك العاطفية يعني شوية معك مش عليك أما بالنسبة لوضع الصحة بدك تنتبه بشكل إيجابي على صحتك لو حسيت بأي عارض جانبي يعني راجع طبيب وبالنسبة لوضع العمل لا تهمل العمل اللي بين إيديك وما تأجل أي عمل موجود بين إيديك حاول أنك تنجز أما بالنسبة للشراك المالية والعاطفية فأنا لا شايف أن البيت لا معك ولا عليك يعني الأمور مستقرة وماشي كما هي أما بالنسبة لبيتك الثامن شوي أحلامك ممكن تكون فيها بعض الخربطات أو بعض الكوابيس أو أنت تكون مش مرتاح فيه نوع من الهواجس أو الأفكار بتروح وبتيجي في راسك لا تخليها تسيطر عليك أما بالنسبة لبيتك التاسع فإذا كان عندك امتحان جامعي أو كان عندك سفر اليوم أو حاب تقدم لفيزا أو لهجرة فاليوم هذا مناسب جدا لهاي الأمور وممكن يكون عندك اتصالات مع ناس في الخارج أو ناس من جنسية أخرى أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنت اليوم ممكن تنعزم أو يكون عندك دعوة معينة لاجتماع للقاء حاول أنك تمشي الأمور خصوصا أنه البيتك العاشر وبيتك الإحداش يعني بعطين أنه فيه شوية أمور هيك يعني ممكن أن تكون حساسيتك هي اللي تتغلب عليك تحس أنه النظرات مش مزبوطة أو الكلام موجه لك لا تأخذ الأمور بحساسية مشي الأمور كيف ما كانت تكون وحاول أنك أنت تنبسط بالنسبة لبيت متعبك ممكن فترة الصباح تحس بنوع من أنواع الضغط أو تحس أنه أنت تعبان أو مريض ولكن أنه ما تستسلم لهاي الأمور لأنه هذا الحكي عرضي وبمر بسرعة شوية هيك بس أنه مزاجك مش مرتاح من لحظة لأخرى ممكن يتقلب بين لحظة وأخرى بدك تحاول أنه أنت تبعد عن الأفكار السوداوية وارميها وراء ظهرك وامشي وحاول أنك تكسب نهارك بأي طريقة كانت برج العقرب بوسعك وتعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة ممكن يتطلب منك قود تجربة اجتماعية جديدة ومهمة تتاح لك الفرصة من غربلة ومعرفة الصديق من العدو اظهر نوع من أنواع الانفتاح هذا اليوم وحاول أنك أنت تهتم بكل شيء بيصير حواليك هيك القمر بيحكي خلينا نشوف خارطك الفلكية إيش بتحكي يبدو أنك أنت بتشعر بالتعب أو بالمرض أو بالوهن حاول أنه أنت تسيطر على هذا الشيء ما تخليه يسيطر عليك لأنه عندك بيتك الأول وبيتك السادس شوي يعني فيهم سلبيات فعشان هيك يعني بيتك الأول بيت الشخصية وبيت الصحة شوي فيهم نوع من أنواع التعب عشان هيك قلت لك شكلك أنت اليوم تعبان حاول أنك أنت تركز على حالك مزبوط وحاول أنك ما تستسلم للمرض لو شعرت بأي شيء عرضي راجع طبيب بالنسبة لوضعك المالي فاترة الصباح ممكن يكون عندك بعض المصاريف ولكن في الظهيرة بتكون سيطرت على الأمور بشكل إيجابي حاول أنك تمتنع عن المصاريف الجانبية أثناء تنقلاتك واتصالاتك حاول أنك تسيطر على أعصابك وما تنفعل وما تتهور خوفا من الحوادث وخوفا من الأعطال خصوصا في السيارة شوي اتصالاتك وتواصلك مع الناس في نوع من أنواع الحدية أو نبرتك ممكن تبين عليك أنك أنت عصبي على وضع البيت أنت مسيطر على الأمور بشكل تمام جدا ما في أي مشاكل عندك تذكر وضعك العاطفي شوي صعب لأنه أنت نفسيا مش مرتاح فممكن أنه أنت شوي تخلق بعض المشاكل أو تتخلق بعض المشاكل فعشان هيك ما تحاول تمتحن الحبيب بصبره في خلال هذه الأيام لأنه مش الوقت المناسب لا إلك ولا إلوه أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا بقول لك أنه وضع الشراكي عندك ممتاز جدا شراكي مالية عاطفية فعشان هيك يحاول أنك تستغل هذا النهار إذا في بعض المشاريع أو بعض الأمور أنت حاب تنجزها خلال هذا النهار على مستوى الشراكي المالي والعاطفي فهو أيضا ممتاز جدا أما بالنسبة لبيتك الثامن فأي موضوع رح تدخل فيه أنت أو تتطلع عليه إلو علاقة بالماضي أو إلو علاقة بشيء إلو علاقة بالتراث أو بالماضي فهو رح يكون إيجابي بالنسبة لإلك على مستوى الامتحانات والسفر والدراسة الأمر ممتاز جدا ما فيه أي شيء يعيق بالعكس أنت عندك طاقة ممتازة والحضوض بتلعب دورك ممتاز معك في هذه المسألة أما على بيت السمعة البيت العاشر فأنا بقول لك دير بالك وحاول أنه إذا كان في عندك عمل ومسؤولك عن العمل انتقدك في شيء أو واحد من الزملاء ما تحاول أنك تنفجر فيه وتفرغ كل طاقتك وعصبيتك مع هذا الشخص الوقت مش مناسب لهاي الأمور ممكن أنه تحاول أنك تهرب من الضغط اللي أنت فيه وتلجأ لبعض الأصدقاء أو تستشير بعض الأصدقاء أو أنك تروح لأجل أنك ترفع عن نفسك فهي الفترة ممتازة جدا لهاي الأمور أخرج وشوف الناس وما تستسلم للوساوس والأفكار السودة والحال النفسي اللي أنت فيها أما بالنسبة لبيتك بيت متعبك فما فيه أي شيء يذكر حاول أنك تستغل نهارك بشكل إيجابي وابعد عن السلبية هاي نصيحتي لا إلك برج القوس يوم مناسب لمن يبحث عن عمل ومن يعمل ينجح في الدفع بمصالحه يحافظ على إنجازاته القائمة تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم كون على حسن الظن بك جنب الأفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر من الحوادث هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطة الفلكية أيش بتحكي لك يعني نفسيتك أحسن عندك اهتمام بنفسك أكثر ممكن تحاول اليوم أنك تعمل أي شيء في تجميل أو قص شعر أو تغيير في اللوك تاعك أو تلبس ملابس جديدة وملفت للانتباه عندك نشاط كبير غير عن الأمس أكثر بشوي كمان بالنسبة للوضع المالي ما تحاول أنك تصرف بدون حساب حاول أنك تمسك إيدك شوي ما في داعي لمشتريات انت يمش بحاجتها خلال الفترة هاي لأنه شوي ممكن يكون في عندك بعض الالتزامات أهم أما بالنسبة للتنقلات فاليوم رح يكون عندك يعني شيء نحكي روتيني تنقلات وتحركات روتينية لكن فترة الصباح لغاية الظهيرة رح يكون فيه إنجازات حلوة وممكن أنه تكون كلها لصالحك خلال هذا النهار أما بالنسبة لوضعك بالبيت ما زال الوضع مشحون شوي ردات فعلك عصبية وممكن مشاكل مع أحد الأبناء أما بالنسبة للوضع العاطفي فأنت عاطفيا مش الرومانسي الكبير بالعكس أنت بدك الاهتمام أكثر من الطرف الآخر فعشان هيك شوي ممكن يتخيب آمالك وحاول أنك ما تعتمد على الحظوظ خلال هذا النهار لأنه الحظ مش لصالحك على مستوى العمل أنت مسيطر على الأمور ووضعك الصحي ممتاز ما فيه أي مشاكل تذكر وإذا حصل أي شيء فهو عرضي ما رح يدوم لساعات طويلة على مستوى الشراك المالية والعاطفية فالوضع ممتاز جدا وانت برضو مسيطر على الأمور أما على مستوى بيتك الثامن فإحنا بنقول لك هنا دير بالك إذا حدا طلب منك مساعدة أو استعطفك في مسألة معينة ما تخذش بكلامه لأنه ممكن أنه بحاول يضحك عليك أما بالنسبة لبيتك التاسع فإذا كان عندك امتحان أو سفر اليوم أو حاب تقدم لفيزا أو أي شيء العلاقة بالسفر الخارجي في هذا اليوم ممتاز جدا حتى لو يجي دك تقدم لفيزا ممتاز ولو بدك ترفع قضية برضو أو عندك قضية فاليوم بتلاقي أنه الإشي بمشي باتجاهك بشكل إيجابي أكثر ولكن بدك تنتبه أنه لو صار أي نقاش بينك وبين مسؤولك بالعمل فأعرف أنه أنت رح تحتد وهذا الإشي رح يتسجل ضدك فلاش مشاكل لا مع رؤسائك في العمل ولا مع زملائك في العمل ممكن يتوجه لك دعوة أو اجتماع أو علاقة صداقة أو لقاء صداقة هذا رح يكون لقاء مثمر وإيجابي وبفرغ كثير من الطاقة السلبية اللي موجودة عندك وبعطيك حافز ممتاز ولكن ما تتهور وتنطلق في بعض أسرارك أو بعض المشاكل اللي أنت بتعاني منها فتنحسب ضدك من بعض الأشخاص اللي بكونوا يتربصوا لك في هذه اللقاءات وممكن أن ينكشف سرك في المستقبل القريب فعشان يك بدك تمسك لسانك مرج الجدي تنشط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيامة لبعيدة تشعر بقوة العاطف وتجاوب أحبائك ومعك تفرح لانفراج ملموس ترتفع فرص النجاح تشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط الأنفاس بعد العواصف هيك القمر بيحكي لك أما بالنسبة لأخارتك الشخصية بيقول أنه رغم أنه كل الإيجابيات اللي انحكت في حركة القمر ولكن شوي نفسيتك بشوي هيك منكتائبة أو عندك بعض الخاوف أو بعض الوساوس وتركها وما تخليها تسيطر عليك بالنسبة للوضع المالي ممكن اليوم يجيك إما مال أو عن طريق عمل إضافي أو تجيك هدية أو تجيك هبا أو نوع من أنواع التكريم على مستوى تنقلاتك بدك تنتبه من الأعطال والأخطاء اللي ممكن تصيب أجهزة إلكترونية أو جهازك النقال أو كمبيوتر أو سيارة حتى فعشان هيك يبدك تكون حذر جدا وما في داعي للتهور أثناء القيادة أما على مستوى البيت فأنت مسيطر تماما على الأمور الوضع إيجابي جدا في علاقاتك المنزلية مع الإخوة والجيران وأهل البيت وحتى أبنائك على المستوى العاطفي نفس الشيء أنت عاطفتك جياشي خلال هذا النهار بالعكس يمكن حتى أنت إنسان رومانسي زيادة عن اللزوم خلال هذا النهار أما على مستوى بيتك السادس فالأمر مستقر تماما لا معك ولا عليك وما الروتيني طبيعي أنت بتقوم في وضعك الصحي ما في أي مشاكل على مستوى بيت الشراك المالية والعاطفية شوية الأمور لصالحك الزيادة عن اللزوم إذا في مجال توقيع أوراق أو توقيع عقود أو جمع بعض الأوراق المهمة هذا يوم مناسب جدا والأمور راح تكون باتجاهك بالشكل المناسب على مستوى بيتك الثامن بدك تنتبه من ضياع بعض المقتنايات أو الأشياء المهمة اللي بين إيديك لأنه لو ضيعتها راح تنحسب الأمور عليك بشكل أكبر أما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم عندك اتصالات وعندك نشطات خارجية إذا عندك قضية أو محكمة فاليوم راح تكون نتائج مذهلة بالنسبة لإلك وممكن إنها تكون لصالحك بشكل كبير جدا أما على مستوى العلاقات الشخصية وبيت السمعة والشهرة فبحكي لك دير بالك لأنه بالوضع سلبي وشوية السلبية هاي ممكن إنها تسيء لسمعتك أو تسيء لك أو يطلع عليك كلام أنت مش بحاجته أما على مستوى علاقاتك بأصدقاءك ولقاءاتهم فممكن إنها تكون لقاءات ودية وعاطفية ولكن لا تتحسس لأي كلمة أو أي تصرف بطلع من الطرف الآخر بالنسبة لبيت متاعبك بالعكس الحضوض معك فما في قلق عليك وما في أي خطر أو مخاوف عليك من اتجاه المتاعب برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك خففوا من النفقات المتصاعدة أطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرارك بتنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية باستطعتك بحث موضوع قرد أو تمويل لا تهمل التفاصيل الدقيقة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارجتك الفلكية إيش بتحكي بالنسبة لبيت الشخصية بيتك الأول يعني شوي نفسيتك أحسن من اليوم أمس ولكن عندك بعض الحدية بتصير في ساعات المساء بعض الاضطرابات النفسية بتصير عندك في ساعات المساء حاول أنك تسيطر على نفسك وتتجاوزها أما على مستوى الفواتير والأمور المالية فأنت مسيطر على الأمر بشكل روتيني تقدر تتحكم فيه بالشكل اللي أنت بدك إياه ولكن ممكن تنضغط في ساعات الصباح أو للظاهرة حاول أنك تسير الأمور بالشكل الإيجابي وما تحاول أنك تأجلها بس لأجل التأجيل حاول أنك توضع بعض الحلول لإلها على مستوى اتصالاتك وتنقلاتك وعلى مستوى جهازك العصبي شوي أنت متوتر شوي عندك نوع من أنواع الحدية في الطباع شوي في نوع من ردات فعلك أو حتى بتبرير بعض المواقف فحاول أنك تسيطر على نفسك على مستوى البيت ما تصب جام غضبك على أهل البيت ولا اللي في البيت ولا لهم علاقة في هذا الموضوع ولا حتى أحد أبنائك أنت مضغوط فعشان هيك ما تفرق غضبك في داخل المنزل على المستوى العاطفي الأمور أنت مسيطر عليها بتقدر بأي طريقة أنت تتحكم فيها أو توجهها لا أمر ضدك ولا أمر عليك يعني أمر روتيني طبيعي على مستوى الصحة شوي ممكن يكون عندك بعض التقلبات الصحية خلال هذا النهار ما تقلق منها بشكل كبير حاول أنه إذا شعرت بعرض غير اعتيادي أنك تراجع بطبيبك على مستوى العمل حاول أنه إذا كان عندك عمل ما تخليه يتراكم إنجز اللي بتقدر عليه من العمل متراكم وحاول أنه أنت ما تخليه يتراكم بزيادة على مستوى الشراكة المالية والعاطفية الأمور لصالحك بالعكس ممكن ينعرض عليك مشروع أو تبحث مشروع جديد أو تبحث عن ممول فهذه الفترة ممتازة جدا أما بالنسبة لشراكة العاطفية فممكن أنك تطور علاقتك بالشراكة العاطفية أو العاطفة تطورها لرتبة الشراكة مستقبلا على مستوى بيتك الثامن دير بالك على مقتنياتك وما تحاول إنك تداين أحد خلال الفترة هاي لأنه ممكن أموالك هاي ما ترجع لأنه الوضع سلبي بالنسبة لإلك على مستوى بيتك التاسع إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو دراسي أو مناقشي أو سفر فاليوم إيجابي جدا حتى لو كنت بدك تيدم على فيزا للهجرة اليوم ممتاز جدا وإذا كان عندك قضية اليوم رح تشوف إنه القضية رح تمشي باتجاهك أو لصالحك بالشكل الصحيح أما بيت السمعة فأنا بقولك دير بالك أي تصرف ممكن ينحسب عليك وفي عيون مفتحة عليك فدير بالك إنه تغلط أي غلطة تنحسب ضدك ما تنحسب معك على مستوى العلاقات الاجتماعية وعلاقاتك مع الأصدقاء اليوم رح يكون عندك كثير من التحركات والاتصالات واللقاءات مع الأصدقاء وممكن أحد الأصدقاء يمد إيد العون إلك ويساعدك في بعض المسائل أو بعض الأشياء أنت بحاجة إلى نصيحته ومساعدته على مستوى بيت المتاعب بدك تدير بالك لأنه الوضع ضاغط زيادة عن اللزوم فما في مجال لا لمخالفة القوانين ولا للتهور ولا إصدار قرارات لأنه ممكن تنحسب عليك وتكون بشكل سلبي برج الحوت يوم مناسب لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة لا ينصح إتمام خطبي أو زواج أو توقيع عقد تجاري حاذر من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأي كان ممكن أنك تواجه شخص أو خصم يكون شارس شوي بتشتد المنافسة بينكم ما تخالف القوانين عشان ما تكون أنت المدن هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية إيش بتحكي لك يعني تقريبا بعض الأشياء اللي انذكرت من حركة القمر بتنطبق عليك بالنسبة للخارطة الفلكية خصوصا عصبيتك وردات فعلك والنقاشات الحادة ما تكون يعني شرس وما تكون يعني شوي لسانك حاد بطريقة ردات الفعل ممكن نفسيتك مش مرتاحة وحاس أنه عندك نوع من الهزل أو نوع من أنواع عدم الثقة بالنفس ولكن ما تفرغ جام غضبك على الناس اللي حواليك على مستوى المالي الأمور ممتازة وانت مسيطر على الوضع تماما ممكن تجيك هدية أو تذكار معين أو هبة معينة أو مساعدة معينة على مستوى التحركات والاتصالات عندك نشاط عالي جدا في هذا النهار وممكن أنت تتنقل لأكثر من مكان بشكل جنوني أما على مستوى الرابع فأنت على مستوى البيت عندك بعض المشاكل الداخلية على مستوى البيت مع الأبناء أو مع أب أو أخ أو جار وأو أبعض الأعطال المنزلية حاول أنك تهتم فيها بدون عصبية على المستوى العاطفي أنت حديتك وعصبيتك ممكن تخلق لك كثير من المشاكل العاطفي خلال هذا النهار لأنه شوي حديتك وردات فعلك يمكن أنها مش بالشكل المناسب اللي أنت بدك إياه أما على مستوى الصحة فبقول لك دير بالك على صحتك خلال هذا النهار لو حسيت بأي أعراض يعني بحاجة لا استشار الطبيب فاستشير طبيبك على مستوى العمل ما تخلي الأمور تتراكم عندك ولا أعمالك تتراكم عندك حاول أنك تنجز الأولى فالأولى على مستوى الشراكة المالية والعاطفية فأنت ممكن ينعرض عليك اليوم مشروع أو أنت عندك مشروع معين حاب تعرضه على أشخاص معينين فهذا يوم مناسب لهذا الموضوع على مستوى بيتك الثامن إذا عندك أموال عندناس وحاب تطالب فيها بتقدر اليوم تطالب فيها وكرر المحاولة على مستوى بيتك التاسع ممكن يكون عندك تفكير بالسفر أو التنقلات أو الهجرة الفترة هاي غير مناسبة تماما للهجرة ولكن إنه ممتازي للسفر وممتازي للامتحانات الجامعية ممتازي لأمور تغيير التخصص أو الدراسة على أنواعها أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فهو لا معك ولا ضدك بالعكس في أمور برضو ممكن أنه أقدر أقول أنه الكف بترجح لعندك أما على مستوى البيت الـ 11 وبيتك 12 فاتنين سلبيات فعشان هيك علاقاتك مع أصدقائك وحديتك ممكن تخسرك صديق خلال هذا النهار فعشان هيك حاول أنك تمسك حالك وعلى مستوى بيت المتاعب فكثير ناس بتستنى في لحظة أنك تصرخ عشان يتشمتوا يتشفوا فيك فلا تسمح لهذا الشيء وما تعطيهم المجال لهذا الشيء امسك أعصابك شوي والأمور إن شاء الله كلها بتمشي بالشكل الإيجابي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر